من قاعدة مخمور العسكرية ستنطلق وحدات من قوات الحكومة العراقية في معركة قيل عنها أنها لاستعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى التي يسيطر عليها تنظيم الدولة معركة تأتي بعد دروس عسكرية استقلصتها القوات الحكومية من معاركها مع التنظيم خاصة بعد سيطرتها على الرمادي وبحسب حديث أحد ضباط قوات الحكومية فإن المعركة دخلت مرحلة التفاصيل الميدانية إذ نشرت السلطات العراقية آلاف الجنود في ثلاثة ألوية تحيط بالقاعدة ومن المقرر وصول أربعة آلاف وخمسمائة جندي آخر وفقا للتحضيرات الاستباقية للعملية بالإضافة إلى معدات وتجهيزات وتدريبات بينما لم يتطرق إلى تحديد أي موعد لبدء العمليات لأسباب وصفها بالأمنية تتعدد الأهداف والعملية لا تقتصر على استعادة الموصل وإنما قطع الإمدادات عن التنظيم بين الموصل ومنطقتين كاركوك والحويجة من جهة والموصل وبيجي الواقع في صلاح الدين من جهة أخرى بحسب طرح الحكومة العراقية تنظيم الدولة على بينة من قرب انطلاق المعركة حيث بدأ باتخاذ إجراءات استباقية تتضمن بناء سواتر قتالية ونقل أعداداً كبيرة من الكتل الإسمنتية في شوارع المدينة بالإضافة إلى أنه فرض على أهالي الموصل وضع راياته على جميع سياراتهم ليعسر عملية تمييز واستهداف المركبات التابعة له من قبل طيران التحالف الذي أشار أنه لا وجود له في المعركة وأنها ستختلف عن معركة الرمادي بسبب اختلاف تضاريس الأرض مراقبون يرون أن معركة الموصل ستكون فاصلة في انهاء وجود تنظيم الدولة على الأراضي العراقية كما ستكون محددة في انهاء دور الميليشيات الشيعية المشكلة للحجد الشعبي في الحرب على التنظيم بينما يقول أخرون أن المعركة هي الأصعب بسبب كبر مساحة الموصل وبعدها عن العاصمة واتصالها بطرق إمداد معقدة خاصة وأن الإعلان عن المعركة ليس الأول اشتركوا في القناة